كشف المرصد السوري لحقوق الأنسان عن تسلل مجموعة من قوات سوريا ديمقراطية بعد منتصف ليلة الأحدى الأثنين إلى قرية البوليلة الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإيرانية شمالي شرق سوريا أخذت عناصر قسد اشتباكات عنيفة مع عناصر نقطة عسكرية للمجموعات المحلية الموالية لإيران أسفرت عن مقتل سبعة عناصر من مسلحين على يد القوات المهاجمة من قسد بحسب المرصد السوري ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها قوات سوريا الديمقراطية معسكرات تابعة للميليشيات المدعومة من إيران بحسب قسد لكن هذه المرة يرى مراقبون أن هجمات قسد تحمل رسائل أمريكية للطهران والميليشيات التي تدعمها ردا على الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في سوريا والعراق وتهدد قسد بقطع شريان السوري على طريق طهران بيروت في محافظة دير الزور وسط استمرار الاشتباكات العنيفة المصحوبة بتحليق مكثف للطائرات الأمريكية وتكمن أهمية المواجهات بين قسد والميليشيات الإيرانية في قريتي الكشمة وأدوير قرب البوكمال لأنها تقع ضمن مناطق سيطرة الميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور الشرقي والذي يوصف بشريان السوري على طريق طهران بيروت إضافة إلى أنها المرة الأولى التي تصل قسد إلى تلك المناطق منذ العام 2017 وأسفرت العملية عن مقتل عنصرين على الأقل من المسلحين وجرح آخرين إلى جانب أسر القوات المهاجمة ستة عناصر للميليشيات الإيرانية وقبل عملية قسد هذه قتل خمسة عناصر من الميليشيات الموالية لإيران وأصيب آخرون أمس باستهداف مسيارة يرجح أنها أمريكية لسيارة عسكرية قرب الحدود السورية العراقية ولأهمية هذا الطريق الذي يمد الميليشيات الإيرانية بالسلاح والعتاد والمال تستعد إيران لمعركة طويلة إذا ما عملت أمريكا على أغلاقه خصوصا أن قاسم سليماني هو من أشرف على السيطرة على هذا الطريق قبل تصفيته بحسب المراقبين ويتقاسم السيطرة على محافظة ديرزور عسكريا كل من قسد المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي والتي تسيطر على الضفة الشرقية والشمالية لنهر الفرات في حين تسيطر القوات الحكومية وفصائل محلية موالية لإيران أبرزها ميليشيات دفاع الوطني على الضفة الغربية للنهر الذي يمر عبر مركز مدينة ديرزور وبلدات الميادين والبوكمال المحاذية للحدود العراقية إذن من الرقة شمال سوريا ينضم إلينا محمود حبيب الناطق باسم قوات الشمال الديمقراطي التابع لقسد ومن لندن ينضم إلينا الباحث والكاتب السياسي السوري في إيسرة مرحبا بكم أبدأ من عندك سيد محمود لأسأل ما الذي تقومون به في شرق سوريا أنتم في المناطق التي يقال بأن ميليشيات مدعوما من إيران تسيطر عليها أو هي ماكثة فيها مساء الخير تحية لك والإضافة الكريم والسادي المشاهدين ما نقوم به حقيقة هو الدفاع المشروع عن النفس وأريد أن أصحح معلومي بشكل واضح لسنا جزءا نحن من الحرب التي يفترض أنها ستجري في المنطقة قوات سوريا الديمقراطي عقدتها القتالي وتأسيسها كان واضحا تماما هو لقتال تنظيم داعش الإرهابي ولحماية هذه المنطقة وسكانها من أي اعتداءات أيا كانت ومن أي جهة صدرت وبالتالي هذه القوات المشكلة من كل أبناء المنطقة يقع على عتيقها هذا الواجب المقدس وبالتالي إن كان هجمات داعش الأخيرة إن كان اعتداءات ميليشيات النظام وعناصره إن كان الجيش الوطن الذي يعمل لدى تركيا كل هذه المعارك التي تشن على شمال الشرق سوريا نقوم بواجبنا المقدس بالدفاع المشروع عن النفس أما فيما يتعلق بالصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما وبين إيران هذا ليس موضوعي الآن سيد محمد هذا ليس موضوعي قلت لي عبارة هذه القوات المكونة من أبناء المنطقة كيف من أبناء المنطقة يعني تستطيع أن تضعني في صورة هذا التكوين هناك اتهامات لكم بأن عناصر من جبال قنديل تقاتل معكم دعك من الاتهامات ومن الروبوغند الإعلامي ونتأكد بالحقيقة الحقيقة أن مجلس دير الزور العسكري الآن الذي يقاتل على ضفة النار الشرقي هو من أبناء العشائر ومن أبناء مدينة دير الزور مجلس هجير العسكري من أبناء هجيم من قيادته وحتى كل عناصره التسويق الإعلامي والكذب والدجل الإعلامي هذا لا ينتهي نحن نتحدث عن حقائق هنا أبناء الرقة هم موجودين في قسد من الرقة أبناء الحسكي هم من أبناء الحسكي في قسد من الحسكي إذن قوان سورة الديمقراطية وهذا لا يخفى على أحد وهو ليس تسويق إعلامي وإنما حقيق على الأرض نعايشها هم من أبناء المنطقة ومن أبناء العشائر ومن أبناء المدن ومن جين المكونات أبناء الشعب السوري ونعم هناك الكرد وهناك الأشور وهناك العرب وتركمان وهذا أمر طبيعي جدا هذه التجربة لم تنجح لو لا تكون متكافئة متكاتفة هزيمة تنظيم داعش ربيع ليس عملا سهلا وليس عملا اعتباطيا أو مصادفي لو لا هذا التكاتف المجتمعي ما بين القوات الأسكري وأهاليهم على الأرض لم نكن نحقق ذلك الانتصار في يومنا الأيام طيب أستاذ فايز مرحبا بك الكل يقاتل من أجل أو الكل يقاتل دفاعا عن النفس أنا أريد أن أعرف من هو الضحية في سوريا من هو النفس؟ من هو النفس؟ من هو النفس نعم أول شي مساء الخير لك أهلا وسهلا ولأستاذ المشاهدين وخاصة أن أضيفك زخنا الآن بمعلومات تعبوية أنا أعتقد أنه إحنا مش بدنا نحكي عنها اليوم إحنا بدنا نحكي عن القتال الجاري الآن في المنطقة ما بين ميليشيات ميليشيات إيران وقوات إيران الحرس السوري ومن يدعمهم الرجال العشائر في المنطقة وقوات قساد اللي فيها برضو من رجال العشائر أبناء المنطقة والحقيقة أنه هذا الشيء هو اللي بلخص عملية بلخص الحالة بمنطقة دير الزور ومحيطها هاي المنطقة اللي الآن في محاولة لأضعافها ضعف شديد بحيث أنه يجري تقسيم سكانها ما بين قوتين أساسيتين قوة قساد التي تأخذ بعض أبناء المنطقة وتنظمهم في معسكر في قواتها ضمن قوات قساد والطرف الثاني الإيراني الذي يستولي على القسم الثاني من سكان المنطقة ممن تبقى من سكان المنطقة ويحولهم إلى ميليشيات ثم يدفع هذه الميليشيات ويدفع الطرف الآخر قواته للصدام وقتل أبناء المنطقة وبالتالي أضعافها الآن يمكن القول أنه منطقة دير الزور من خط الحدود عند الميادين مروراً بالميادين والبوكمال مروراً بلدير الزور وصولاً إلى تدمر أصبحت ذات كتلة بشرية هشة ضعيفة ليس هناك بعد ما هاجر القسم الرئيسي من أبناء المنطقة خارجها إلى مناطق سيطرة النظام إلى مناطق سيطرة تركية من تبقى يقتسمونه وجماعة إيران وتأخذ قسم منه وهذا شيء لا يأخذ بعين الاعتبار الضعف الشديد الذي أصاب المنطقة وإمكانية أن تسيطر إيران عليها فعلاً ليست القضية أنه من قتل أربعة خمسة ستة هذه قصة بتحصل وين من كان باص أو سيارة تنقلة بيموتوا خمسة ستة ما هي المشكلة؟ المشكلة بالمردود السياسي أنه في خط في خط يصل طهران عبر بغداد العراق إلى سوريا إلى البحر الآن هذه العقدة هي العقدة الأساسية فيه هل تستطيع قوات سورة الديمقراطية أو أي قوة سورية تدعي السورية تستطيع أن تمنع هذا الخط؟ لأن وجود هذا الخط هو خطر كبير على سوريا ومستقبل سوريا طيب أستاذ محمود إذا كان هناك من رضي لنفسه أن يباع لإيران أو غيرها في هذه المنطقة لماذا تكونون أنتم في قوات سوريا الديمقراطية مكسر عصى للجانب الأمريكي وتستخدمون ضد نفوذ إيران في هذه الجغرافية؟ على الإطلاق أستاذ حسين لم نكن مكسر عصى ولا نصدر أنفسنا كعملاء لحد أو عصى غليظة بيد الآخرين نتحدث عن وقائع والأستاذ فيز لا أعلم إذا كان يعلم الحقيقة في صباح الأربعاء الماضي هناك صليات مدفعية 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 لا أعتقد منك أستاذ فيز أقصد أنك متابع بشكل يومي لما حدث في الأسبوع الأخير لا نتحدث بشكل عام أنا متابع أكثر منكم أكثر منك وأكثر من غيرك أشكرك أشكرك أستاذ فيز وأنا أسق بسوتيتك وأسق بوطنك في صباح الأربعاء هناك صليات مدفعية أودت بحياة عائلة مؤلفة من أب وأم وأطفال وفي صباح يوم الجمعة هناك صلي مدفعية أخرى أودت بحياة أحد عشر مواطنا مدنيا بين أطفال ونساء هل نحن الآن في هذا الصدد مكسر عصر لأحد أم أنا فقط مشروعاني اثنان تقاتلان في هذه المنطقة مشروع إيراني ومشروع أمريكي يا أسد حسين يا أسد محمود كان هناك خطوط تماس وقواعد اجتبات محترمي لا نريد أن ندخل في صراعات مع أحد وهم كانوا لا يدخلوا في هذه الصراعات السؤال الأهم من دفع هؤلاء ليفتعلوا هذا الأمر؟ لماذا الآن في هذا الظرص شنوا هذا الهجوم على المدنيين وعلى العسكريين؟ اتصالكم جيد بالقوات الحكومية بدمشق والحكومة كان بإمكانكم أن تتصلوا يعني رايحين راجعين على دمشق يا أستاذ محمود اتصلوا فيه على الأطلاق أبدا هناك مفاوضات لإيجاد حل مستدام في سوريا وصلت كلها إلى طريق مسدود مبدأ المفاوضات لا يلغي الخلاف السياسي الذي تحول على يد النظام وبالإيجاده إلى خلاف عسكري هذا ما لكنا نرضى به ولا نرغب به أستاذ فائز مشروعان في هذه الجغرافية اسمح لي أستاذ محمود حبيبنا مشروعان أمريكي وإيراني في هذه المنطقة يتقاتلون صحيح هذا أو لا؟ أول شيء هذا مؤكد والعمل اللي جاري اليوم هو إنهاك وتدمير هذه المنطقة بمكوناتها المحلية ليس هناك صوت لأهالي دير الزور ليقولوا رأيهم في الصراع الجاري في المنطقة وليفعلوا ما يمكن لمنع تحول هذه المنطقة إلى ممر إيراني باتجاه بقية الأنحاء السورية وتصحيحا للأخبار أنا بدي أقول أن العلاقات الإيرانية مع قصد هي علاقات مستقرة ما أنا عم أقول أنه حلفاء بس عم أقول أنها علاقات مستقرة ليست هناك صراعات ما يبدو الآن هو محاولة لإشعال هذا الجانب ليقول بعض الأخوان الأصدقاء السوريين الأكراد حدا يقول أنه إحنا نتعرض لهجمات من كل حد بين وصوب التركية والنظام وإيران والميليشيات والجيش الوطني يعني ما نعرفان هاي المظلومية وين دا تأخذنا وحدا بيقول أنه إحنا عم ندافع عن نفس وبعدين بيقول أنه إحنا شنينا هجوم على كل الأحوال أنا بأعتقد أنه ضرورة في ضرورة قدام السوريين اليوم أي أن كان انتماءهم أي أن كان خلفياتهم في ضرورة ليمنعوا استيلاء إيران على هذا الممر وجعل قواتها وميليشياتها العراقية والأفغانية والإيرانية وما بعرف مين واللبنانية يمنعوها من أنها تتوغل في كل الأنحاء وتقوم بتدمير ما تبقى من أرجاء سوريا لازم يكون هذا هو السمت وهذا اختبار لقوات قصد هذا هو الاختبار الأساسي أين وصلتم أنتم الآن سيد محمود في مسألة مقاتلة هؤلاء الجغرافية التي تسيطرون عليها وفيما وردت أخبار هناك من يوالي هذه القوات يقولون بأنهم يدحرونكم وأنتم تقولون بأننا صدينا وأبناء المنطقة في معمع ليس الحقيقة بأن في اليوم الأول في فجر الأربعاء وصلت بعض القوات من هذه القوات المهاجمة إلى قرى في عرف الشرق ولكن خلال ساعة تم إرجعها إلى قواعدها أما عمل استثالة الزكرة الأستاذ فيسفايا كانت ردا على مجزر ارتكبت في قرية الدحل وكانت على موقع عسكري صرف لم نتعرض للمدنيين لم نقصف بشكل عشوائي وأعود للقول بأنه دفاع مشروع عن النفس ليبقى السؤال من يفتعل هذه الأزمة وأريد أن نوهي إلى أمر مهم جدا أستاذ فيسفايا الآن يبدو بأن أحد بنود الاتفاق ما بينها تركيا وبين نظام الأسد يمر عبر أن تقوم قوات سورية أو قوات ميليشيات تتبع للنظام السوري بيتحرش بقوات سوريا الديمقراطية هي فاتورة على الأسد أن يدفعها لكي تستمر أو لكي تنطلق تلك المفاوضات المزمع عقدها أما في موسكو أو في بغداد إذن القضية لا أهداف سياسي بعيد أو قد تكون في القريب العاجل ولكن يجب على الأسد أن يثبت لتركيا بأنه قادر على قتال قوات سوريا الديمقراطية أو أنه يريد قتال هذه القوات مع العلم بأن هذه القوات منضبطة ولا تستطيع لا ميليشيات النظام ولا الميليشيات الإيرانية موجودة على النصف الغربين قتال قوات قسد على الأرض وهذا ليست دعاء فارغا لقوتها؟ لقوتها يا سيد محمود أو لأن من يقف وراءها ظهر كبير وسميك جدا لولايات المتحدة الأمريكية نعم الولايات المتحدة الأمريكية ليست مؤسسة خائري الولايات المتحدة الأمريكية لا تراهن على طرف خاسر أو طرف فاشل أثبتنا لولايات المتحدة الأمريكية وغيرها أنها قوى منظمة تستطيع فرض سيطرتها على الأرض وتستطيع دفع الإرهاب عن هذه المنطقة الولايات المتحدة الأمريكية لا توزع هدايا مجانين لأحد وبالتالي هي بقدراتنا وبقواتنا وبشهدائنا الذين سقطوا لتحرير هذه المنطقة إذن على قوات المنظام نصف دقيقة أستاذ فأس تذهب إلى الخلف إلى البادي لتحارب داعش التي تقتل من عناصرها يوميا أستاذ فأس نصف دقيقة أما أنا للفارس أن يترجل أما أنا للدم أن يحقن في سوريا نعم نعم ليس أمام أحد الآن هذه الصراعات كل هذه لا معنى لها لا معنى لها أبدا يجب أن تتوجه كل الجهود الآن من أجل حل القضية السورية ويجب أن يردع التمدد الإيراني المتغول في سوريا هذه المقاييس الوطنية اليوم بسوريا سعي إلى حل سياسي كبير ينهل للصراع ووقف التدخلات الإيرانية إلى أبعد حد شكرا جزيلا لكم من لندن الكاتب والبحث السياسي السوري فايل سارة وكذلك من الرقة شمال سوريا محمود حبيب الناطق باسم قوات الشمال الديمقراطية التابع لقسد ترجمة نانسي قنقر